السلام عليكم التعليم تصدم الطلاب وأولياء الأمور بهذا الخبر وإليكم أيضا حقيقة وضع صورة الفنان محمد رمضان في كتاب اللغة الإنجليزية للصفة السهلسة الابتدائي قبل التفاصيل نتمنى من الجميع لا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل الأغبار الحصرية ولو بتشرفون الأول مرة نقدم أهم الأغبار المتدولة على السوشال ميديا إلى جانب مجموعة متنوعة من الفيديوهات بإذن الله ستنال أعجبكم إليكم التفاصيل أعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم مد اليوم الدراسي إلى سلاس فترات بدلا من فترتين وأكد على ذلك اليوم نائب وزير التربية والتعليم وقال أن هذا الخبر صحيح وقال أنهم لجأوا إلى السلاس فترات كحل مؤقت لعلاق كسافة الطلاب في الفصول وسيتم تطبيق هذا النظام في المدارس التي لديها كسافة عددية كبيرة وسيكون هناك تقليل للفترتين الأولى والثانية حتى لا يخرج طلاب الفترة السالسة في وقت متأخر أما عن حقيقة وضع صورة الفنان محمد رمضان في كتاب اللغة الإنجليزية للصفة السالسة الابتدائي فقد نفت اليوم وزارة التربية والتعليم هذا الخبر وأكدت الوزارة أن هذا الأمر غير صحيح وصورة الفنان محمد رمضان ليست موجودة في كتاب الوزارة للصفة السالسة الابتدائي والصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ليس لها صلة بكتاب الوزارة تابعونا ولا تنسوا دعمكم لنا بالليك والاشتراك في القناة والسلام عليكم